احمد عبد القادر وعدل كولر ودرس جديد لكل لاعب يفكر ان الدكة ملهاش نهاية احمد عبد القادر هاتلي الصورة كده احمد عبد القادر احمد عبد القادر احمد عبد القادر الصورة دي كولر فتح دراعاته وفتح ايديه لعبد القادر شوف اعادتك اديه بس ما اديتك الفرصة ولقيتك جاهز ما رجعتكش منها أحمد عبدالقادر كان قاعد بيجاهز نفسه ومستنيها واحد يقول لي وانت صاحبك الأنتيم يعني انت عارف ان هو كان بيجاهز نفسه اقول له انا معرفش بس الأداء اللي شفته في الملعب ده مش بتاع لعيب قاعد درب داون كده وماتي راسه وانا ما بلعبش وقاعد يشتكي ويصرح ويدرب ده بابيس لا ده لعيب راجل ده لعيب قاعد بيجاهز نفسه عشان يوم اخد الفرصة ولا يفرق معاه نهاية أفريقيا هو بينزل الملعب بيقلب الدنيا وانكسر الدنيا مبارح يستحق التحية ويستحق ان احنا نشيد به بشكل كبير عايز ادي نصيحة ومش هقول الاسماء ومش هقول الاسماء بس احدي نصيحة مهمة جدا 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 كلر كان بيتكلم مبارح انه هيبقى هناك عقوبات على اتنين لعيبة في النادي الاهلي لم يشاركوا حس ان هم كانوا قلبين واشوهم في النادي الاهلي فيش حد يقلب وشه في النادي الاهلي محدش يقلب وشه مش هنعلن عن اسامي ولا التفاصيل ولا النادي الاهلي راح لمباراة مهمة احنا بندي نصيحة لكل لعيبة حدش يقلب وشه تلعب في النادي كبير اخدت فرصة دلوقتي مخدتش غيرك اخد مش مهم المهم الاهلي يكسب